بينما يكافح أهالي الموصل من أجل إعادة الحياة إلى مدينتهم المنكوبة يبدو أن هناك من يعمل بدأب على إبقاء المدينة وعاني نكبتها وترزح تحت وطأة الدمار وسط تفرج وربما رضا حكومي حيث تتشابك المصالح الفاسدة ليكون المواطن البسيط ضحيتها النهائية نعيش حالة من حالة الكراهية تجاه ما يصدر من بغداد حالة من حالات الاحتجاج حالة من حالات التعرض إلى ضغوطات في كفة مراحل أو كافة مفاصل الدولة العراقية وهذا طبعا يتشابه عندما يكون رئيس الوزراء على هذه الدرجة من عدم الالتزام وعدم الانضباط في تشكيل الوزارة ويكون المحافظون ميالون إلى الأمزج الشخصية ويكون هناك نواب مع الأسف ووزراء سابقون يدخلون في صفقات فساد وصفقات تعاملية من ورائها أرباح ومن ورائها منافع شخصية يكون حال البلد هكذا العديد من سكان مدينة الموصل اشتكوا من انتشار السيطرات التي تنفذ حالات من الابتزاز على الأهل مما يزيد من حجم المعاناة التي تعيشها المدينة فيما تمثل ساحة قمرك فايدة صورة من صور هذا التعدي على أبناء نينوى ومحاربتهم في أرزاقهم عدة جهات مسيطرة عليها يعني عدة جهات مسيطرة عليها ناس تأخذ بالعرض ناس بالطول فالدولة وينها؟ الدولة غايبة الدولة ماكو دولة ماكو قرار مركزي للدولة على الساحة هذه حتى مثل ما يقول حمل يصير منتظم نظامي والناس تستفاد من هذه الساحة فكلها جاعدة تروح على منهين ومنهين ومنهين فكلها تتراكم تتراكم براس المواطن المواصلي بدل ما يساعدون طلعنا من هذا الحرب من هذا الدمار بدل ما يساعدون النوب الذونر هذه العملية الإجراءات التعصفية شملت القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير نتيجة الارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية نحظ في الأول الأخير أنه هناك حواجز كومولوجية صرمة جدا من باب التأثير أنه هي كلها على مستوى الحمل بمستشفيات اللي صار ضعفها حمل ضعيف وكذلك الأدوية وكذلك بعض الأجهزة الطبية لانفرضت عليها هذه الغرامات القمرقية أهل الموصل طالبوا بإنصاف أبناء المدينة وتعويضهم عما لحق بهم نتيجة الفساد الذي ينخر مؤسسات البلد كل بدل ما يساون ضرائب على العالم على المواطنين ينطوم حلطة من النفط اللي عيبوكوها هم حلطة المواطن العراقي من النفط ملايق عن 750 ألف ديار كل مواطن لنشع يأكلوهم علينا ها هي النقطة ها هي أدنى لنشع يأكلو النفط معنا يأكلوهم شعرين مليارات العالم الأرامل الفقرة المساكين كلهم دايحين بالشعورة هم لا يلعبون بالفلس لهم فالأحسن هالحكومة ما يفيدوا العراق يريد تشيرون هالحكومة الشيء قلع الشعر كلهم ما يفيدونها جيبونا ناس مستولين أشرف من هالحكومة من إيران متعددة تلك الأزمات التي تحيط بالموصل متنوعة هي الحروب التي عاشتها المدينة شطرها المتعلق بالدم والبارود دفعت منها أثمانا ضاحضة ثم أتشطر آخر يريد أن يخنق المدينة يستهدف قطع الأرزاق بعد أن قضى وطره من قطع الأعناق ترجمة نانسي قنقر